السلام عليكم ورحبا بكم في قناة استافيك نعيمة او جريب الوصفة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحدة التحلية اللي كاتجي رائعة وسهلة في تحضير اما لما تقديرها كيجي يا سلام يعني هاز التحلية يمكن لك توجدها غير بعشرات درهم يعني التحلية اللي هي اقتصادية وسريعة تتحضير طبعا هاد التحلية يمكن لك توجدها لو اللي ذاتك اولا لضيوف الغفلاء اولا القوتي يعني كتجي ولا اروع طبعا هنا يا قبل ما نبدو منصو الصلاة والسلام السلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد ولكنتو اول مرة كتزروا القناة فضلا وليس امر اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بس يوصلكم كل جديد اذا نبدو بسم الله على بركة الله في المقادر والطريقة تتحضير هنا يا غادي انا اخدو البيسكويت يعني اي بسكويت اللي كتفضله انا هنا يا غاديت هاد البيسكويت ديال درهم يعني هنا استعملت اربعات اللي بعوله بفي هاد الوصفة وطبعا هنا يا غادي نهرمشوه يعني غادي تحلوه حتي ولي على شكل بودرة يعني كما كتشوفو في الفيديو طبعا في الجانب دياله يعني وجدت ذاك الاطار درت ليها بابي سولوفان يعني من الاسفل اولي لعندكم الاطار اللي كيكون كي يغلق يعني اطار اللي كي يسد يمكن لكم تستعملوه انا هنا استعملت هير ذاك الاطار ودرت ليها بابي سولوفان في في التحت دياله صفي هنا يا بعد مطحنت البيسكويت ديالي يعني احتوله بحال هاد الشكل غادي نعزل فيه اير واحد شوية يعني تقريبا واحد ثلاثة ديال المعلق يعني يرباش نضيفهم في الكريمة يعني لحسب الاختيار ديالكم صفي هنا يا غادي ناخد هاد الكمية ديال البيسكويت اللي التحنت غادي نسيت عليهم ثلاثة ديال معالق قبار من الزبدة الممدعبة يعني اي زبدة عندكم انا هنا استعملت هير زبدة ديال البوطة دوبتها فوق العافية شوية صفي و و و ومزجتها مع البيسكويت صفي في هاد الاتناء غادي نحطها في هاداك الاطار لي وجت لي وجت لي من قبل صفي هنا غادي نقدو في الاسفل دياله يعني غادي نحاول هكا نستويه كامل في التحس ديال الاطار طبعا هنا يستاع انت بواحد كأس يعني رباش نضغط عليه يعني باش يتمسك مع بعضياتهم يعني باش ديالك الزبدة ندخل كامل في دك البيسكويت صفي في هاد غادي نحط فتلاجة بمن وجد الكريمة يعني باش باش ديالك الزبدة اه تولي تشد ليه مع ديالك البسكويت صفي غادي نقض هنا يا واحد الكاثرون يعني واحد الايناء غادي ندير فيه نصف لتر من الحليب يعني حليب عادي غادي نزيد عليه واحد باكية ديال الفلون يعني اي فلون لي كيف لي تفضله انا هنا يستعملت فلون بمذاق الفراولة غادي نضيف عليهم ثلاثة المعالق الكبار ديال السكار سميدة مع جوج معالق كبار من النشا او ميزينة صفي غادي نخلط المكونات مزيعة حتى كيتجنسو يعني حتى كن حي ديالك التكتلات يعني حتى حي ديالك الحبيبات صفي غادي نرفعه بفوق النار حتى كيقول لي بحال هاد الشكل يعني مع التحريك المستمر صفي في هاد الاتناء ضفت ليه ذاك البيسكويت اللي عزلت من قبل يعني دياله ثلاثة المعالق ديال البيسكويت ضفتهم لهاد الخاليط يعني كاضافة فقط يمكن انتم ما يمكن لكم تضيفوا اي حاجة كتفضلوها مكسرات او الا اي حاجة كتفضلوها صفي هنا يا خطيت ذاك المول من تلاجة وقبت عليه ذاك الخاليط ديال الكريمة صفي غادي نخليه برد شوية فوق سطح العمل عاد غادي ندخل عاو تاني التلاجة باشي يجمد معايا شوية صفي في هاد الاتناء غادي ناخد واحد الكاس ديال الماء غادي نضيف له واحد العلبة من الفلون يعني اي عاد الفلون اللي هو صغير يعني بمدق الشوكولات يعني باش نحضر الكريمة ديال الفوق صفي هنا يا بعد ما كبيت اه الفلون بمدق الشوكولات ضفت عليهم ملعقة كبيرة من الكاكا والمر انتم ما يمكن لكم تستعملوا قطع من الشوكولات صفي في هاد الاتناء رضفت حتى السكر يعني الى الحلواء ديال اه الفلون صفي خليتو يغلي حتى ولا بحال هاد الشكل يعني خليتو شوية يبرد فوق سطح العمل عاد غادي نصبو فوق دكا ديال الفلون اللول يعني واخد شوفو هكا يا رسائل غرا عملي كي يبرد كي يولي تقيل صفي هكا دخلتو لتلاجة يعني تقريبا واحدة ربع ساعة يعني ضغية كي يجمد معاكم يعني انا كنحطو في الفريقو في المجمد صفي غادي نحاول هكا نحيد اذك الاطار من الجوانب يعني يعني دوز دك الموس في الجوانب دياله يعني غير بالمهل باش نحيده دك الاطار يعني هات التحلية راه كتجي متماسكة يعني كتجي رائعة وسهلة في تحضير يعني ممكن لك توجدها كطبق اللي هو آآ رئيسي يعني طبق لزوين باش آآ باش حتى الوليدات هكا مرة مرة نصيبوا ليهم شي حاجة اللي هي زوينة صفي في هاد الاتناء اخذت شوكولاتة يعني اي شوكولاتة عندكم انا هنا اخذت شوكولاتة ديال الدهن درتها فشوية ديال السلوفان فا وكندير هكا يا خطوط يعني خطوط عشوائية انتم ايلا عندكم شوكولاتة ابيض او لا اسود او لا مقصرات يعني اي حاجة عندكم باش تزوقوا بها يعني التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم صفي هنا ايها هي التحلية ديالنا بعد الموجدات كتمنى انها تنال اعجاب ديالكم ودخلوا لي الرأي ديالكم في كومنتير كتشجع لي فانسو تستمروا في تقديم وصفة اكتر بصحة والراحة وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة